لم تضيع أي من هذا الوقت منذ دقائق من إعلان الحرب غارة جديدة نتابعها شديدة العنف نحاول استماع إلى صوت البث الحي لهذه الغارة العنيفة نتابعها مباشرة على الهواء من خلال هذا البث الحي من دخل قطاع غزة يعني خلال عشر دقائق فقط تمكننا من رصد نحو سبع غارات يبدو أن الموافقة الحكومية للجيش الموافقة الحكومية بإعلان حال الحرب للجيش الإسرائيلي قد تم تنفيذه مباشرة غارات شديدة العنف نتابعها مباشرة على الهواء تطال المناطب المتفرقة من غزة وسنحاول الحديث مع صحفيين داخل قطاع غزة لمعرفة المزيد عن هذه الغارات والمناطب التي طالتها وآثار الدمار حجم الدمار الغارات مستمرة نتابعها مباشرة على الهواء الانفجارات واضحة كانت على الهواء في أسفل الشاشة خلف العاجل أعمدة النيران ظهرت بشكل واضح جراء هذه الغارات العنيفة والمتسارعة وطيرة لم نشهدها منذ الأمس نحو عشر غارات الآن ضمن بمعدل غارة كل دقيقة في عشر دقائق رصدنا عشر غارات أعمدة الدخان تتصاعد من كل حد وصوب في قطاع غزة سحابة كبيرة من الدخان الأسود تغطي منطقة كبيرة من قطاع غزة جراء عملية القصف كما سبق وذكرنا أن عمليات القصف هذه تأتي بعد بيان من الحكومة الأمنية المصغرة بتبني بإعلان الحرب حيث قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو قال في بيان قال أن مجلس الوزراء السياسي الأمني وافق بالفعل على إعلان الحرب على قطاع غزة وبالتالي القيام بعمليات عسكرية كبيرة هذه العمليات العسكرية يبدو أن هذا القصف هو جزء من هذه العمليات الكبيرة التي تحدث عنها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي كان قد طالب سكان قطاع غزة بالتوجه إلى المآوي إلى المأوى إن وجدت الحقيقة في قطاع غزة لأنها تكاد تكون معدومة أو إلى مركز المدينة وكما هو معلوم قطاع غزة هو القطاع الأكثر ازدحاما في العالم ككل على وجه الكرة الأرضية في الكيلومتر المربع أكبر وأعلى ازدحام سكاني في العالم في هذا القطاع الذي يتم الإشارة إليه لأنه سجن كبير يعني يقبع داخله الغزيون والفلسطينيون هناك والمساحات المفتوحة تكاد تكون معدومة في خطاع غزة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر